السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نسمع السؤال وسنعطوه الجواب ان شاء الله السلام عليكم بشارك اشتراك الكرى بهذه وصف 2s 9 او ننزل على الفرق افرق بفرق فريطة يرالون تبطيح ريجيم المتعري يضع في طليد فابريك كلها يمكن أن تسكتش حيط التمبيراتير انت على السقانة طالع يعني سيب ساخن وليفره يرجع كمكان وانا عرفش حبيتك ترشدني اسكو هذا سيرفوه الا لا وانا ما نعرفش انت من ذوي الاختصاص وانا استشرتك وان شاء الله ما انا تجاوبني في فيديو واتقلي ما نعمل وليش نعمل انا مصفاقس تو بعد ما اسمعنا السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هو يشكي من كون المقلي ينزل على الفرامل فما الموتور يتأثر من طبعا هو ناخد فكرة على الفرامل منين تاخذ اللي هو امتاح الفرامل تاخذ اللي هو امتاح ها من السيرفو من المحرك السيرفو يأخذ الهواء متاعه من المحرك على طريق الشفط بالنسبة في الديزل موجودة بومبافيدي اللي هي مضخة تفريغ الهواء وبالنسبة للبنزينة يأخذ من كل اكتر من جهة الفراشة اللي هي فيها السحب هذا بالنسبة المشكلة طبعا انت وقت تنزل على الفرامل يكون السيرفو متاع الفرامل فيه اشكالية فيه تنفيس ولا فيه حاجة مش يأثر على المحرك لانه يولي هو المفروض لهواء يكون موجود مضغوط ما يخرجش البرق بينه بينه المحرك وبين السيرفو ما يزموش يخرج البرق ونوصل يخرج البرق يعني يتنفس السيرفو او يتنفس الدريت اللي هو جايب لهواء السيرفو يعني الخرطوم او اي مكان يتنفس يتأثر المحرك ولا يأكل بنزينة ولا يتأثر في الاربيم ولا يرعش هذا كعليش العلاقة من السيرفو ولهذا انا اضع لك فيديو كيفاش تفحص السيرفو بعد ان نكمل كلامي هذا كيفاش تفحص السيرفو اذا كان مشكل منه او لا في نفس الوقت اذا كان انت سألتني على السيرفو يتصلح او لا السيرفو يتصلح فيه وسطه يعني حاجات تقدر تغيرها هذا كيف كيف سنضع الفيديو متاعها انما مشكلة في وجود القطعة هل توجد انت القطعة اللي هي تغيرها اللي هي الشكارة والبراويلي اللي هو الجوانس بي هؤلاء اثنين اللي هم المهمين لداخل السيرفو هؤلاء صعب جدا بشتلقهم يعني ما يتباعوا يعني في المحلات انت قطعة غير السيارات اذا كان لديتهم انت تقدر تغيرهم فيهم شيء عندي فيديو اشرحت كيفاش تفتح السيرفو وكيفاشت ما هي القطعة اللي موجودة في وسطه وتقدر تغيرهم وحدك وإلا فيه ناس تصلح اختصاصها تصليح السيرفوات هذه تقدر تصلح عندهم وإلا تشريه مستعمل وإلا تشريه جديد وإلا تضيفه منه السيرفو هذية عنده علاقة بالمحرك من جهة الهواء من المحرك عن طريق الكولكتير بالنسبة للبنزينة وفي الدازل يجيها عن طريق مضخة الهواء اللي هي البومبافيد او مضخة شفت الهواء هذي هذي هؤلاء اللي عندهم علاقة بالسيرفو بالسيرفو متع الفرامل هذية كيفاش نفهم اللي هو يمكن يكون من من دريت اللي جاي من السيرفو او من الحاجة والخضاني لكيفام خضان في المحرك روعه على طول علاقة بالهواء الهواء اللي جاي من المحرك ورعشة لم يشغل المحرك كيفاش Interesting طبعا شغلنا المحرك ثلثتو المحرك سليم لكن لا يوجد مشكلة في الهواء لا يوجد مشكلة في الفرامة ما الذي يحدث؟ إذا كان يرى الهواء لا يوجد مشكلة في الفرامة لا يوجد مشكلة في هذا المحرك نطفل السيارة بعد أن نطفل المحركة في السيارة نضعها من خمس دقائق أو أقل ونجد المحركة في السيارة ونفكوه كان فيهه محركة بعد خمس دقائق كان فيها الهواء وقامت السيارة سليم وقامت بشكل محركة وقامت بالتصلب الفرامة نجمنا هنا إذا كان فهم أشكالية إذا كيف نجمه من هنا نحن نجمنا كيف ننحو تدريت هذية من السرفو نجمنا كيف ننقوه هو كان المشكل في السرفو طيو من ناحية دريت أنا من هنا هذي نحية الخرطوم هذا بش نسمعوه تفش فيش سمعتوه سمعتوه تفش فيش معتها السرفو سليم لابس عليه لنا شد في الهواء عادي مش مشكلة يعني مش مش مشكلة مش من هو يعني نقوم بش نرأ نحو ونشوفه وقت لموتور يخدم وستشرفو سليم لابس عليه مش نقوه هذية تنزل عاديا وتفش فيش شفتوها عاديا مش متصلب شفتوها مش متصلب مش نعمل حركة من الأماب مش تصلب هيا ونشوفه لمحركة يتحرك نجمه الناس نحو الأمر ونشوفوا الموتور كيش بشوال يرعش شفتو ولي ميكسي لاري ولي ولي يرعش علاش لأنه ولا فما مبس شفتو هنا ولا مبس ونهارتها هرقة ونبس ولا داخل بعضه واللار بيام يطلع ذلك شوفوا هنا الار بيام كيطلع والا بالعشرة على خط النحية تتربوها ذكا النحية تدريتها ذكا والفرهن ولا حازرة شفتو حازرة ولا فرهن ولا حازرة فرهن ولا حازرة شفتو علاش لأن معاش فما هواء معاش فما اتصال من الهواء ما بين المحرك والفرهن واللار بيام اطلع العالي شفتو اطلع على الاخر لانه هنا فما انفس والمطور واليرجف ويأكل بنزينة المشكل هداية يخلي السيارة تصرف بنزينة اكثر متسوق لان علاش فما تتسرب الهواء في مكان معين في السربون في الخرطوم في الدريت يعني في اي حاجة تتنفس شفتو هنا هاو طيب تترجع في الدريت ونسمعه يجلس خط الموتور رتاح خطو الموتور رتاح اللي ياخد العب السربون متاعه باللهواء ويرتاح مرة واحدة حتى ما زال عنده الهواء نقص السربون ونجول هنا نشوفوا نجول الهواء رجع لبعسطو 850 دورة ويرجع لبعسطو رجع مكانه ما عاش فيه حد تشكالي علاش لان لان الدريت تركه في مكانه هناله هو متضمنة عسل المحرك هالي العمية اللي يصير منها دوران محرك أكثر من لازم وتصلب الفرامض رجعنا الدريت في مكانه باش ما ننسوش شوالي عنا توا هنا انتوا فهمنا المشكل كيف يصير ما هو اللي يجبنا نعمل هو كما قلت لكم اما يكون تنفيذ في الخرطوم هذا اللي جايب الهواء للسربو اما يكون هو نفسه السربو يتنفس اما خارب وقال لا فيه مشكلة السربو هذا اما الفرامض عندك دخل هو كما قلت لكم يبدأ مربوط الهواء بالمحرك والمحرك يتأثر من السربو والسربو يتأثر من المحرك في الهواء هذه الحالات اللي يجبنا نفهموها ان شاء الله تكونوا فهمتم الموضوع ان شاء الله تنفعكم حاجة كماك والسلام عليكم محتر باكاتو ونجول هنا نشوفوا نجول الهواء الهواء رجع لبعثه 850 دورة 900 دورة ونجول رجع لبعثه لم يكن هناك حد تشكالية لان ديريت تركه في مكانه هنا هو تضمن المحرك هذه العمية اللي يصير منها دوران محرك أكثر من اللازم وتصلب الفرامض رجعنا ديريت في مكانه باش ما ننسوش شوالي عنا توا هنا فهمنا المشكل كيف يصير وشوالي يازم اللي نعمل هو كما قلت لكم لان ما يكون تنفيذ في الخرطوم هذا اللي جايب الهواء للسربو لان ما يكون هو نفسه السربو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله